زي ما قلتلكو ان حلقة النهاردة مميزة جدا عشان اعمل فيها السامبوسك اللي هو لازم يكون موجود في صفرة رمضان عايز اقولكو احنا اضحك علينا كتير قوين احنا دايما فكرتنا عن السامبوسك ان هي عجينة بطبق اي اما نشفة زي ما قلتلكو اي اما مزيتها مشترية مش مارينا معينا حتى و احنا بنحشيها النهاردة احنا نعمل زي ما قلتلكو العجينة من الالف ليه مقدرها بسيطة جدا تعالوا نقول مقدرها ونشتغل على طول مقدير عجينة السامبوسك 400 جرام دقيق كوباية وربع مية وطبعا على حسب الدقيق معلقتين زيت نص معلقة ملح ومعلقة صغيرة خل ومية طبعا علشان هي دي اللي هناجم بيها وعايز اقولكو انا ما بحتاجش خميرة ما بحتاجش بيكينباودر ما بحتاجش اي روافع وهتلاقو العجينة عندكو التحفة ومارينا طيب اول حاجة هنا اروح جايب العجينة التقيل قوي بتاعي ده اهو وطبعا لو ما عندكوش عجين يا جماعة فعلا الموضوع مش صعب خالص انا مجرد ما بلم العجينة انا مش محتاجة اي حاجة مش هتعجيني كتير العجن الكتير في بعض المعجنات بالعكس بيدي نتيجة سيئة مش حلوة فاحنا مش عايزين اي حاجة غير ان احنا نلمها بس وخلاص كده هي عندي هحط فيها الدقيق اوكي وزي ما قولنا رشة الملح البسيطة جدا ومعلقتين الزيت وبعد كده معلقتين الخل او المقدار اللي انا كتبه انا كتبه كيما عشان ما بقاش ايه معلقة صغيرة خل تمام عشان ما بقاش ايه بقولكو حاجة تسمعوها غلط يبقى انا كده حطيت المقدار كله اللي عندي هروح واخده دي هقلبها الاول تمام كده اتأكد ان هو كله لف معيع وعايز اقولكو عشان نسيت اقولكو ان الخل هنا بيعمل عامل محسن العجين يعني انا مش حطى اي روافع بس الخل هنا بيعمل عامل محسن للعجين وبيخليه نتيجة حلوة قوي وطاري كده وعجينة عارفين عارفين الاسلايم هو احنا ناخد نفس النتيجة دلوقتي نشغل بقى هقولكو على حاجة انا بعجن واحدة واحدة ده رقم واحد رقم اتنين المية عندي هنا لاه دافية ولاه سخنة ولا اي حاجة اللي انا ما عنديش خميرة مش حتاج ان احفز الخميرة واشغلها وكلام ده خلص فانا باي مية عندي هي مية من الحنفية واشغل بيها نكمل بعد اشتركوا في القناة بصوا مجرد ما لمت عندي انا كده تمام جدا اهي هطلعها ارجع بس كله كده واطلعها عندي اهي هتبقى بتلزق شوية هو ده اللي انا عايزيه واخدين بالكو هتبقى بتلزق شوية بصوا بتلزق بس ايه بتسيب من ايدي اهي هحط ده كده اهو شايفين دي كده عجينة ممكن اخد شوية دقيق بسيط قوي قوي بس انا مش هحتاج يعني هي لما هترتاح هتديني النتيجة اللي انا اهو بتلزق بيدي على فكرة عشان هنلابسى جوانتي مش اكتر لكن لو انا مش لابسى جوانتي مش هتلزق في ايدي اهو اهو حطتها حطتها هنا عندي اوكي اهي مشي ولا هعجنها اكتر من كده خالص هسيبها بقى ترتاح عندي لمدة نص ساعة ساعة كل ما العجينة ترتاح معايا كل ما كانت النتيجة عظيمة مش هتغلبنا في الفرد ولا هتطقطها وانتو هتشوفوا بنفسكم نقول الو يا مادام سمر الو الو ازاي حضرتك ازاكي حبيبك عاملة ايه؟ انا حلوة زي الفل انت عاملة ايه اخبارك؟ عارفاني ولا لا الاول؟ طبعا عارفيكي ايوه ازاكي حبيبكي تتبعينك والله وادام سمر من المتابعين الجمال اوي 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 عامل على انستجرام لا والله انت تبكر وحية ربنا وطريقتك وااكلك وكله كله تحصى بحق جد يعني ده انت بس لعيونك حلوة يا حبيبتي لا وحية ربنا والله تخشي القلب بسرعة يعني حبيبتي ربنا يخليكي وانا بجد من القلب للقلب يعني بعزك وبحترمك وممسوطة جدا ان انت كلمتيني ونورتيني في البرنامي او والله انا عايز اتكلم كل يوم لو ما يضايكيش يعني يا نهر ابيض يضايقكو يا جماعة يضايقكو يا جماعة بالحاكس ايه احنا نبقى ممسوطين اها رانا بتقول ده اتنورنا ده احنا نبقى ممسوطين بحضرتك جدا ربنا يخليكو حبيبي والله تسلم بيدكو كلكم وتسلم تعبكو يعني ربنا يخي كل سنو حديتك طيبة بنسبة رمضان وانت طيبة حديتك كلين غايبين اه قوليلي السامبوسك ايه في صفرة رمضان اه بوسي هو طبعا في العنومات حلو جدا وبعدم عارفة يعني ممكن ياخد كذا حاجة يعني بالحاجة واحدة اه فعارفة برضو حشوة البيتزة بتبقى حلوة قوي فيه معينا النهاردة عارفة طريقة الحشو بتاعة البيتزة اللي هي السلسة الاول اللي هي بالتوم دي وبعدين ميكس الجبن بقى والفلفل وحاجات دي بتبقى تعملوا استاذا استاذا والله طب فكرت تعملوا قبل كده في البيت العجينة لا العجينة لا الحقيقين بجيبها جهزة طيب ايه رأيك بقى؟ وعد مني هتبططني طبعا انت جاملية هتبططة بس منيدي كانت يا ممكن اخذها مني الجهزة يا حبيبتي لا واحد مني النهاردة ان انت هتجربيها في البيت وهتبعتي لي تقولي لي كانت طحفة معي يا بيبا لا ابوتي انا متأكدة ان انت بتشجعيني حاجات كتير قوي طبعا يعني ده شرف لي وانت منوراني واتمنى اسمع صوتك كل يوم بجد يا مدى مصحب حقيقي انا محسودة جدا ان اتكلمتك ويا ربا كده اتكلمتك على طول حبيبي انا اكثر وربنا يوسعك حايفتي وحندل على السلامة ونورتي الدنيا ربنا يخليكي بنورا بيكو في تشجعكو في دعمك وربنا يخليكي بسي لحضرتك جدا يعني ياريت كل الناس بجد زي مدام صامر يعني الكلمة الحلوة بتفرق معينا كلنا بتخلينا في السماء انا خلاص عنا عاجنت العيينة بتاعتي انا قلتلكم بصوا بتلزق بس يعني ما بتسيبش قصر هي دي اللي انا عايزة بصوا بتلزق بس ما تسيبش قصر او بصوا بحط ايدي ما بتلزقش خالص ازاي هي دي اللي انا عايزة تبقى كده نكحة معي جدا دلوقتي يعني زي ما قلتلكم هسيب العجنة دي ترتاح نص ساعة ساعة ما تقطرش عن جدا على قد ما سيبها ترتاح على قد ما تسهل جدا في الفرد هسيبها ترتاح واروح هتجيب اللي انا مجهزها اهي شفتوا السرعة بصوا اهي بقت جهزة معي دلوقتي اهي دي اللي важة انا قلتك بصوا عاملة ازاي لما عاملها كده عاملة زي الاسلايم شايفين عاملة زي الاسلايم كده تمام هاروح عاملة كده واقول الو ياليلين الو يا فيفو ازايك يا روح ويفو ازايك عاملة ايه مننورة يا حببتي مننورة بيك عاملة ايه يا حببتي ايها خبارك كله تمام الحمد لله السامبوسة الجندة دي آه شوفتي بقى شوفتي بقى طبعا انت اكيد من وشك السامبوسة يا لليان جدا دي ما بتخلاص من اي اكلة افضل خصوصا في رمضان تقوليش من دفتكرها ليه في رمضان خصوصا يعني في رمضان تحسي ان احنا في اكلات كده لازم تبقى على الصفرة معينها موجودة طول السنة بس هي بتحلة في رمضان بس هي سهلة يعني هي لطيفة فسهلة طب ولو قلتلك هتعمليها في البيت العجينة من الالف للي حتجربي زي ما انا بعمل كده ولا اي اجرب وتقوليلي ايه رأيك فيها حكيب حبيبتي ونورتيني يا للا بجد ومرسي لمكملتين جدا حبيبتي ربنا يخليك عق يعني شايفة اقولك ايه حبيبتي مرسي جدا انا مبسوطة بصوا بقى انا دلوقتي بقطعها كور قد بعضه تشايفين كده اهي كور قد بعضه وبعدين لسه بقى يعني اذا دقوني ما تستصعبهاش سهلة جدا جدا والنتيجة عظيمة جدا اهي طبعا النهاردة زي ما قلت هتديكم حشوات كتير قوي وافكار كتير زي مثلا مادام صامر قايتلي ايه هنعملها بحشوة بيتزا عاملة النهاردة حشوة بيتزا بس ما عملنش اللي هي ايه صلصة يعني بس انت ممكن تاخدوا فكراتها انها بتبقى عاملة زي صلصة البيتزا بالتوم ايه بتاعت السامبوسك هو دا اللي انا عامله انتو هتتفجأوا صدقوني من التكنيك وقد ايه سهلة وبسيطة ايه بقطع كله وخليه كده طبعا هو في اكلات هي بتبقى عالم في رمضان السامبوسك لا اطايف الكنيفة ايه تاني فكروني كده حاجات كده بتبقى عالم عالم في رمضان لازم تبقى موجودة على الصفرة انا عندي واحدة عابدي بقى تقولي ايه انا كل سنة اجيب السامبوسك و اروح عينها في الفريزر و كل يوم اروح مكسلة اطلعه و اعمله كل يوم اكسل و اطلعه و اعمله انا هقولكو بقى مش احنا دلوقتي بنعمل السامبوسك احنا هنفرزنه كله وهو محشي هنكمل حلقة اللي هي التفريزات هنفرزنه كله وهو محشي هقولك هتفرزنه ازاي تطلعي الواحدة بوحدتها تنزليه في الزيت على طول او تدهنين بفرشة فيها زيت لو عايزها صحي اكتر من غير مقليات كتير وتروحي مدخلة ايه الفرن على ورقة زبدة على شبكة تامليفر ايرفراي بيطلع الطحفة بس كده عندي كل الكور قوني يا رانا عايزة تقولي حاجة بس كده طيب انا هسيبها ايه ترتاح بس ايه قليلا علشان اجي افردها لقيها تمام اجيب اه اهي الفوت عندي ترتاح قليلا علشان افردها تبقى تمام هقولكو بقى انا دلوقتي عندي حشوات ايه عايزة اقولكو الحشوات اللي عندي عشان تبقوا ايه معايا كده في الصورة وتعرفوا ان هي حلقة بجد بجد هتكون ملف ليكو في كل السامبوسك الحشوات عندي هنا لحمة مفرومة متعصجة اه زي ما عصجناها في الحلقة بتاعتنا اه هنا السبانخ ما عملتش اي حاجة غير ان انا بعد ما فرمتها وقطعتها روحت اه حطاها في الحلقة عارفين ان هو شوية سبينخ قد كده وقد كده هو دلقنا بس وبعدين صفتها وشتفتها بشوية ماء هنا زيتون مقطة وهنا شبت وهنا جزر وعندي فراولة اه فراولة وعندي مودوريلا وعندي باستيرما وطبعا جبنا كريمي واللي هي عبور لند اللي بالقشطة دي طبعا هستخدمها النهاردة وجبنا فيتا عبور لند برضو هستخدمها النهاردة لان انا هامل حشوات مختلفة فطبعا هم هم زينين مطبخي فدي فرصة ان انا استغلها واستخدم ايه منتجاتهم اوكي انا نمسح ايدي بس طبعا حلقة ايه معجنات فعيدي بان لو ايدي ايه شوية فيها دقيقش فيها عجين كده يعني طيب نت طيب اوكي طيب احنا هنسيب العجينة هنا ترتاح زي ما اتفقنا ونرجع اواريكم ايه اللي هنعمله والتكنيك وكل حاجة بس نروح لفاصل صغير جدا ونرجع لكم بسرعة استنونا لكم بعض الفاصل جاهزين معي للمعركة ايه مش معركة علاية بسيطة جدا طيب انا اول حاجة هجيب هنا اللي انا عملته هجيب اربعة ادبان عندي اوكي اوكي وبعدين عامل الفرد عندي هنا يا جماعة هيبقى النشا تمام لان اودي دول بس كده ايه بعيد شوية عشان احنا هنفرد وهنفرد وحاجات كده كتيرة يعني اهو عامل الفرد عندي هنا هيبقى النشا يعني ايه يعني هيخد شوية نشا كده ماشي احطهم هنا ويخد ده كده وصولي السكة كده انتو بقى وافرد تمام كده وافرد وقلبها على الجنبين وافرد اهو انا فردت دي كويس قوي انا هركنها على جنب واجيب اختها وروح اجيب شوية نشا اهو وبطتها كده بايدي وافرد احاول افرد نفس الصمت ونفس المقاس اتفقنا اهو الموضوع ابسط مما تتخيلوه اهو اروح اجيب اختهم التالتة ليه بقى النشا ليه بقى النشا يطلع حد يقولني ما ليه شاريفة ليه عامل الفرد هنا النشا مش الدقيق عشان النشا هيخليها مقرمشة مش سجعة والله يوالا قصدي بس هي فعلا كده علشان النشا هو اللي بيخليها مقرمشة جدا 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 طبعا دي طبعا هتسهل علينا بكرة جدا اول يوم في رمضان العملية هتخلينا كده شايلين همينا تماما وشايلين بالنا ومشترين بالنا ومجهزين خلاص السامبوسك عندنا تمام اهي كده دول اربعة هعمل فيهم ايه بقى نجيب حبة تاني واجيب شوية زيت واجيب الفرشة عندي كده هعمل ايه بصوا بقى هجيب اول واحدة وحطها هنا كده واروح جايبا الزيت بروح حتى بالراحة كده زيت وخصوصا على الاطراف خصوصا على الاطراف لان ده هيسهل لي جدا موضوع الفك بعدين بعد ما نسويها تمام بالراحة خالص ما بقطرش الزيت لا انا بمسح كل حتة بس فيها لكن ما بخليش الزيت يبقى كتير تمام اهو واروح جايبة التانية حطاها بالزبط اه لسه الاول ماشي كنت هنسى هروش راشة نشا ماشي بعد ما احط الزيت هحط راشة نشا وبعدين اروح حطا الطبقة التانية وعملة مقررة نفس العملية زيت اوكي اهو اهو تمام ونشا نشا 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 برضو مش كتير لا بوزة واروح حطا التالتة لازم مش يعني مش هيبقوا بالسانتي قد بعض لكن بالنظر يفضل جدا ايه يكونوا قد بعض همسح كده كده وكل ده هساويه تانية مفيش اي مشكلة ما سيبش حتة مش محتوط لها زيت ولكن ممسوحة مهم جدا انا بقوله ده انشان متعجنش معينا واروح حطا بانسانا النشا احط النشا اروح حطا تانية اهو دي اكبر منهم شوية هزبطهم كله هيتزبط هنا بقى مش هحط ايه زيت خالص اخر واحدة هسيبها كده وافرت دي كويس قوي بايدي الاول واقلب الناحية التانية واحاول اسانترهم كده على بعض وازبطهم على بعض نجيب اللي تحت كده اهو 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 وين افرد الاول كده شايفيني وبعدين اهو تقريبا تقريبا ادي بعض اروح بقى مسكننا الشابة بتعطي وابدا افرد من النص لبرا من النص لفوق لورا في كل الجوانم والف اروح فرد تاني طبعا زي ما قلت لكم كل ما سيبنا العجينة ترتاح كل ما هي مش هتتعبنا في الفرد خالص موضوع يبقى سهل معنا جدا اهو وافرد شايفين هي خلاص ما بتلزقش معي مش محتاجة حاجة اهو علشان ما يبقاش فيها هالك كتير احاول اعملها على شكل مستطيل طبعا مش هعرف قوي عملها على شكل مستطيل ولكن ايه مش عايزة ادورها قوي علشان ما يبقاش فيها هالك كتير علشان طبعا انا هعملها عادي اللي هو مستطيل زنبوسك اهو واجيب الناحية التانية بصوا بقى تبقى رقيقة خالص ازاي ما تكبرش الدواير عشان لما اجا سويها ما تتعبنيش الدائرة اخليها صغيرة عشان ما اجا سويها ما تتعبنيش افضل ادور لها بقى على حجم اسحى بقى لما تكبر وافضل ارفرج فيها كتير الدواير الصغيرة بتبقى انجح معي جدا طبعا انتو شايفين ان هي بقت كلها حتة واحدة صح؟ 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 دلوقتي بقى هقولكو على التسوية معي معي انا هجيب صغ او هجيب صغ او صانية انا هنا عندي صغ فالموضوع بالنسبالي هيبقى اسهل طب انتو لو ما عندكوش صغ زي ده عارفين هتجيبوا صانية وتروحوا قلبنها على البتجاز فهيبقى ظهراها هو اللي ليكو من فوق طريقة دي نكحة جدا وسويت بيها او هتجيبوا اي حاجة بتتحطي على البتجاز تكون قد يعني او احاول نقرب المقص ده وتعملوها نفس الحكاية خلاص انا هنا عندي صغ سخن اروح عامل ايه جايبة شايفين العجينة اهيه هروح لفاها هنا اوكي واروح منزليها بمنتهل سهولة على الصغ بتاعي اهو وغذين بالكو دلوقتي بقى في عملية التسوية هعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وقلبها النحية التانية تمام بصوا هوا هلاقي اللون بيغير من النص وغذين بالكو علي بصوا هتلاقوا اللون بدأ يغير من النص هيا دي انها كده بتستوي شايفين الفرقة على الشاشة اهو هيبان اكتر بقلبها بالروحة خالص اهو بصوا بدأ يبان ازاي هيا دي الفكرة ان انا بسويها وبعدين هفكها اهو بدأ يبان لقوا دلوقتي هتلاقوا بيورق بقى معانا اهو اهي بصوا عاملة ازاي واخدين بالكو واخدين بالكو من جوه لبرا هنلاقيها بتجبر وبتستوي طبعا بسرعة جدا علشان ما تنشفش معايا اهو يفضر ان بتجاز يكون سخنة معايا علشان يديني نتيجة بسرعة وما تنشفش معايا اهو احنا اروح عاملها تاني اهو بصوا بقى بصوا بقى احنا نجحنا ليه بقى شايفين واخدين بالكو بتنتفخ ازاي هي بتسيب نفسها لوحدها بتورق مع نفسها الطبقات بتفك لوحدها يبقى احنا كده تمام جدا نقلبها ههو عشان النار كلها في النص فانا هحاول عاملها هنا كده عشان النار هنا كلها في النص فعشان عايزها كلها تستوي اهي بصوا بتستوي شايفين وبدأت هنا كمان تسيب هروح جاية كده كمان نسأل بها الناحية التانية وكمان اهي اهو الموضوع سهل وبسيط وهتلاقوا كمية كبيرة قوي من ولا حاجة واحنا عارفين ان الانواع الحلوة الحلوة بتبقى غالية الانواع اللي هي يعني مش حلوة هنلاقيها اه اه هي تمنها بيبقى وليل ولكن النتيجة مش بتبقى حلوة اهو لو عندوكوا بقى انتوا عنين جنب بعض ممكن تولعوهم كمان هيديكم نتيجة احلى كتير بسويها كده بسرعة من الاطراف ومكل حاجة اهو تمام عارفة اقولكوا فيه ناس ما بتتخيلش ان فعلا اذا هو قد كده سهل اه سهل لا لا احنا كنا يعني مفكرين الموضوع اصعب كتير بس انا كده خلاص تمام معي جدا هعمل ايه هغطيها هغطيها دلوقتي لازم لازم اسيبها تبرد تماما تماما وبعدين ابدأ افكها لو دلوقتي جيت جنبها مش هتفك معي هطبوس لازم دلوقتي اعمل ايه هسيبها تبرد تماما وبعدين افكها طيب انا عايز اقولكوا بقى نعمل واحدة كمان اه اه بتاعها كمان عشان نشوف النتيجة طبعا هنقطاها ونورقها وكل حاجة ناخل بس الحاجات دي ونحطها هن مهم جدا يا جماعة ما نجيش جنبها دلوقتي عايز اقولكوا بقى ان يعني رمضان رمضان اختلف عن زمان كتير انا شايفة ان هو اه يعني شوية ولكن هو هو الروح اللي بنستناه بيه كل سنة بس طبعا كان زمان ننزل ونزين الشوارع السلام ونقعد كده نقف لبعض من البلكونات ونطلع الزينة ونحطها في البلكونات كنا لازم ليلة رمضان دي نسهر كلنا في الشارع احنا وصحابنا انا طبعا شبروية اصيلة يعني فهتلاقوا الموضوع ده يعني مش في كل المناطق يعني شبرة اكتر حاجة فلازم كنا ننزل نتجمع كلنا بالليل ونتصحر مع بعض لازم اول يوم رمضان ده كان وبعدين الطبق الداير بقى الطبق الداير اللي هو كل واحدة اليوم ده عاملة اكلة لازم كلنا ندقها مفيش حد فينا مايدقش الاكل اللي من كل بيت طبق الداير ده دلوقتي يعني حاجات اختفت شوية الناس اكتر ما بقت مجغولة اكتر يعني الروح بس هو هو التلفزيون اللي بيعيشنا الجو برضو بصراحة بصوا اهو زي ما عملنا اللي فاتت واروح ركنها على جم بصوا انا متاخدش يا جماعة وقت معي خالص في الفرد علشان هي مرتاحة معجونة كويس مش معجونة كتير زي ما قلتلكم مش كل حاجة تتعاجن كتير تدينا نتيجة حلوة اهو 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 اروح عاملة ايدي الوقتي زي ما اتفقنا زيت اهو طبعا طبعا كان من عالم زمان برضو في رمضان اه راجل اللي بيعملوا الكنافة يا سلام والقطايف وننزل نشتري بقى لازم قابلها بيوم الكنافة من القطايف من الفرنة دلوقتي كلنا بنجيبها من السوبر ماركت من هايبر ماركت ماهو بتعالي الاختاف والناس دي اهو اهو رشة نشا يا رب يقعد علينا كل سنة وكلنا بقال في خير يا رب كلنا سالمين كاملين مش نقصين يا رب حد أبدا اهو خلاص ورشة نشا مهمة قوي مهمة قوي رشة نشا كده من بعيد علشان ما تعجنش معايا عايزين تبتدوا بتلاتة تلاتة ابتدوا بس هي اه اربعة مش مش صعبة ومش كتيرة هونتي شفتوا اهي مش صعبة خالص ومش كتيرة بس كده هروح جايبة شوية نشا هروح حتى الربعة بتاعتهم بسبحية ول جدا دلوقتي خلاص مش هحط زيت اخر واحدة بحط لها زيت لا شوية نشا وافرد طيب لحد ما افردها هنطلع لفاصل صغير جدا جدا وهنرجع لكم بسرعة تستنونا هنقطع ونسوي ونحشي ونكمل حلقتنا فاصل صغير وهنرجع لكم بسرعة تستنونا تمام اللي هو العجينة دلوقتي بقى انا ايه عملت كده اربع دوريات حلوين هياخد بقى دورية دي واروح زبطاها ان هي تبقى ايه مستطيلات بصوا هي لوحدها ايه بتفك ازاي واخدين بالكم ووحدها بتفك فيش اي حاجة ولا اي حاجة وهتطلع معانا رقيقة جدا اهي واروح زبطة كده طبعا انتو اثبوتوها اكتر انا بس عشان ايه مستعجلين عشان الحوا لكن انتو تقدروا تثبوتوها اكتر بكتير اهي هابدع بقى ده بقى ما بيترميش ها ده هقولكو ده بقى ليه وبعدين اروش عليه شوية سكر بودر بقرفة اه نواشف ممكن تروش عليه طواب البطاطس بيبقى حلو قوي ونروح بقى عاملين السامبوسك هنا عندنا كده عايزين طبعا تعملو اكبر من كده انتو حرين انا بحبو حلو قوي كده بتلاف تعالوا بقى نفكو وهوريكو قد ايه هو مش محتاج يعني لسه هوريكو هو بيتفك معي بسهولة جدا مش محتاج اي حاجة شايفين الورقة بتطلع معي بورقتها اهي بصوا اهي شايفين قد ايه رفيعة بفرة بتتسلك بس عايزة ايه حرص شا ما تتقتاش مني لكن هي بتتسلك لان انا حطة زي ما قلتلكو طبقة الزيت العزلة وانتو شوفتوها في التسوية كانت بتفك اصلا خلاص لوحدها مش محتاجة اي حاجة اهي اهو واحدة واحدة حتى لو اتقطعت معي دي في اللف كلها بتبقى على بعضها اهي بصوا عاملة ازاي بصوا بفرة ازاي شايفين فيها خالص بفرة احنا بنشتريها كده لا طبعا هبنشتريهاش كده خلص اهي هنفك بقى كله كله بص بصوا 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 ولا اي حاجة خالص اهي ونفك كل ده طيب انا بقى في الفاصل عملنا طبعا اهي وطبعا امبالح كنا مجهزين الموضوع سهل جدا مفهوش اي حاجة طيب عشان بس انا عايز اقولكو شوية حشوات كتير اهو عندي وانا هنا بقى مجهزة وحاجات كتير يعني انا عندي حشوات كمان كتير عايز او رهلكو طبعا ده لازم يتحفز كده وانا بعمله لحد ما اشتغل بيه اجيب بقى البلانشة عندي هنا هقولكو بقى الحشوات انا كتير وانا اقولتلكو عندي جبنة فيتا عندي مونزاريلا عندي سبانخ عندي فراولا عندي جبنة كريمي ايه بقى التولفات اللي هتعمليها أول حاجة هنا أنا جبت بولو حطيت فيها سبانخ اللي أنا كات عندي وحطت فيها المودرالة حطت فيها الجبنة الفيتا وحطت فيها جبنة فيتا طبعا عبر لند وحطت فيها رشة نعنع ورشة فلفل اسود تمام بس كده نقولهم تاني مودرالة جبنة فيتا عبر لند وسبانخ ورشة نعنع جاف وفلفل اسود بس كده دي أول حشوة عندي تاني حشوة عندي هنا بقى حلوة كمان فراولة بالجبنة الكريمي هقولكو في التحفة هنا عندي كمان لحمة وفرومة وحطت عليها شبط بقدونس باسترما وجبنا برضو كريميا و بورلاند وعندي زاتون هنا حشوات مختلفة أول حاجة هنا أنا هياخد دي وبعدين هياخد اللي احنا عاملينهم مبارح لأنه هم كنا نفرزنينهم كمان مبارح معينا هنا أهي بصوا أاخد ده وأروح منزلة نجيب شوكة أهو أروح حطاه هنا كده شايفين واروح إيه نعيز أعمله تنبوسك طبعا أهي كده أهو واروح أفليها كده شايفين أهي واروح لفة واروح لفة أهي آخر حاجة دي بقى دي لها السمغ السمغ ده عبارة عن إيه عبارة عن مية بدقيق تقيلة زي ما انتوا شايفين كده القوام شايفين القوام هو ده السمغ اللي عندي أروح حطاه هنا ده اللي بقى في البي بس كده يا فيفا آه بس لو إحنا هان عينه في الفريزر مهم جدا 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 إن أنا وأنا قبل ما عينه في الفريزر أروح حطاه في تعفيرة نشا واره لكم أزبط دي بس كده إن أنا بحب قوي اللف على الإيد بيبقى أزبط كتير طبعا بس عشان عايز أوره لكم طبعا أنتوا عارفين يعني اللف على الإيد بيبقى أزبط كتير من البلانشة أنا بحب من الناس اللي بحب أشتغل بيدي أخو ممكن نديها تعفيرة نشا أهي أهي شايفين كده والزيت عندي سخنة جدا أروح حطه خلاص نعمل واحدة تانية نحط بقى إيه نحط شوية لحمة مفرومة نحط عليهم شبت بتبقى رائعة نجيب شوكة نحط شوية لحمة مفرومة نحط عليها رشة شبت شوية جزر بصوا إبداعوا بقى نلفها آهي شايفين آهو عنيش بقى أنا هستخدم إيدي عشان أنا بحب أحكمها قوي آهي شايفين آهو كله واروح آخر دي واحدة روح أعملها كده آهي آهي دي بيت حشوة عندي حلوة قوي هروح رميح ولا هيفك معانا بالعكس خالص دي أنا محطتهاش في النشا بس عادي تعالوا بقى نعمل خلطة تاني بيه الباسترما والجبنة المودريلا آهي آهي أحط واحدة باسترما ونحط شوية مودريلا ونروح أعملين كده آهي سامبوب آهي لأول أزبطها من هنا تكون مدببة أروح لفة آلف آلف وانا مشي بحكمها آخر حتة بالسامغ بتاعي آهو كده واعمل ايه رشة نشا آهي 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 أروح أطه تعالوا نعمل واحدة كمان نعملها بايه بقى ده طويل اللي احنا كنو عاملينه مبارح على روقان كده نعمل ايه بقى نعمل زيتون ماشي نحط زيتون حلو كده معينا نحط جذر نحط شوية لحمة مفرومة آهو هينيكوا بقى معيه على الطوصة هنا مش هتلاقوا بيفك خالص كمان وانو هعملين له كده سامبوسك كده الاول اهي ونحشي آهو وأنا بلف اخدها بقى على ايدي آهي آهي واخر حتة بعمل فيها ايه؟ السامغ بتاعي واروح أفلاها كويس قوي حطاها في النشا بنزليها في الزيت تمام كده تعالوا بقى نعمل واحدة حلو نعمل واحدة حلو نضف البلانشة بتاعتنا عشان هنعمل واحدة حلو وهقولك الحلو ده بعد ما يخرج تحط عليه رشة عسل ابيض ولا اي حاجة رشرت عصف ابيض وتفرجوا على جمال الحشوة دي اهي يعني عليز انا فرزين وريفا انا عملته افرزيني نصيحة مني فرزيني وهو محشوة عشان ما تكسبيش كده يوم الحشوة النهاردة تتمي ليه كده تحطي الحشوات كلها انا روح منزليها كده تحطي الحشوات كلها النهاردة هتسهل عليك جدا 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 اعمل له القدام كده وابده الفه سبوسك اتأكد خلاص اهي اروح اعملها كده كده هتفرزيني زي هتروحي عاملة زي ما انا بعمل وتروحي حطاها الاول هنا السمغ بتاعي تروحي قطاها في النشا وتروحي معبيها في طبق التفريز اللي احنا عملنا فيها حاجات كتير وما بين كل واحدة واحدة ايه طبعا كيس مش واحدة واحدة صف وصف النشا اولا لازم يتعمل كده طالما هتفرزينيه النشا اولا هيخلهولك مقرمش مش بيلزق لبعضه هتطلعيه من الفريزر على طول على الزيت زي ما اتفقنا تمام اهو لحد ما نطلع نتيجه عايزة بقى تفرزينيه وهو كده هتروحي لفاه في استراتش راب مهم جدا استراتش راب عشان ما يدخلوش ولا نسمة هوا ويتعرض لاي حاجة عشان ما ينشفش معيكي استراتش راب استراتش راب استراتش راب وهتاخدي نتيجه حلوة قوي طيب تعالوا نقول ايه مرة دي نعمل لحمة مفرومة مفرومة اهي معيلي اهي لحمة مفرومة ميشي ناخد باسترما طلعي ما هتقول لا وشوية مودرالا ونلف حشوة اللي تقع ندخلها بس نعمل بس سنبوسك ايه نخليه معنا كده مقفول لا استرنا عشان ايه دي محبش ابدا مفتوحة منها احت اهي تمام معي كده اهي اهي كده سنبوسك ايه مضبوطة معي هب 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 بسرعة هتلاقيها هي بتلف معي السمج وتمام قوي كده واروح النشا اهي واروح منزلها هلو بقى نشوف كده نقلب معينا اللي بيحصل ده بصوا عاملة ازاي ما ارمشك جدا واخدين بالكو ولا حاجة فكت ولا اي حاجة اهو رمضان جي النهاردة هو بكرا اهو بس احنا عندنا جي النهاردة اهو عايزا اقولكو ان هو اول حاجة يعني من الحاجات اللي بتتخطف من عالصفرة بسرعة جدا ننضف دي واجيب طبق علشان نطلع دول ونبقى جاهزين كده عايزا اقولكو ان حشوة السبانخ بالجبنة الكريمي بالموتزاريلا اكتشاف الاكتشاف هتكتشفوها وهتعجبكو جدا انا عندي الولاد بيحبوها اقرب من اي حاجة تانية انا عقل زيت انام دي ورقة عقل في الارض عايز اقولكو مش هيشف زيت معانا خالص ننجب بقى حاجة نطلع اهو 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 بصوا يا مونيا يا حبيبتي فيدي يا روحي انت عامل ايه يا حبيبتي مونيا بك صديقة البرنامج يا جميعا يا سلام انتي طيبة مونيا طيبة يا حبيبتي كل سلام انتي طيبة يا رب علينا كلنا يا حبيبتي يا رب امين يا حبيبتي يا حبيبتي علينا كلنا تعملي ايه صانية اصدق صانية او صانية ولما بعمله رول بحيث ان هو ما بيستويش كويس هل بعيد فرن ولا عيد مني اهو حتى لو عملنا رول فاحنا لازم نسقي من برا كده ايه شوية زبادي بسمنا بيطلع الطعم التحفر يعني حتى لو عملنا رول دي عايزة تتحمر كمان شوية حتى لو عملنا رول لا يفضل ان انت كمان تسقيه عملكو حلقة هنا اه ان شاء الله قريب جدا جدا يعني بس هتبقى خلال رمضان هتبقى خلال رمضان ان شاء الله اعمل لك حلقة حلوة جدا ان شاء الله لقى هتنبستي منها قوي اه يا رجل والله بالذات انا رجل تبقى الولاد بيحبوها وتبقى حلوها واشنا كمان واشنا كمان صح واشنا كمان جدا يا مونيا كل سنة وانتوا طيبة يا حبيبتي يا رب رمضان كريم علينا كلنا ودايما بحب اسمع صوتك مبهجة كده وجميلة طيب بصوا بقى انا عملت الحبة دول كان نفسي عمل لكم حبة اكتر بس انتوا عارفين الوقت وانا كنت عايزة اديكم كل التفاصيل بكل امانة عشان تجربوه حقيقي وتدعولي استنوا بقى كده نودي ديك من هنا جيب طبق كده حلوة ونحط فيه الحبة دول اللي احنا عملناهم اوكي عايزة بس اوريكوا قد ايه نشفة سمعكوا صوتها سمعين سمعين نشفة جدا وتجنن اهي دي كمان اتحمرت معي اهي تمام استنوا بقى موقاي نعم حبة صغنانين بس مش هنسيبهم كده من غير اي حاجة يعني نرش عليهم ايه رشت اه فيهم واحدة بالفراولة صح طب كويس انت قلتلي لا دي هنخليها الوحدها بصوا ما طلعتش اي حاجة بره فعلا دي هنخليها الوحدها بس عشان هي انا اعملتوا واحدة من واحدة واحدة دي طبعا نخليها الوحدها ونحط عليها رشت عسل بس رشة عسل بس ولا قربات ولا اي حاجة تمام وده كمان اللي احنا عمنام بارح والعجينة دي بتبقى شكلها اهي وبنقطاها انا عايز اقول لكم الموضوع سهل جدا كان نفس اعمل معاكم حشوات اكتر من كده وسنبوسك اكتر من كده بس انتم عارفين وقت البرنامج وانا كنت عايزة كل حاجة تشوفوها علشان تجربوها النهاردة تبقى نكحة معاكم جدا كل سنة وكلنا طيبين يا رب يوض علينا الايام بخير من بكرة نبدأ بقى صفرات رمضان الرائعة اللي هتعجبكو جدا ان شاء الله ان شاء الله يا رب تستنوني بكرة من واحدة لاتنين بنفس معادنا على قناة ان تي في التردد التردد 11 842 بكرة بقى تقولولي هنتابع مسلسلات ايه وايه اللي عجبني وحاجات كتير اوه هنتكلم فيها بكرة يا رب هشوفكم على خير هتوحشوني باي باي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة